إذا كنت تفكر تطلع بنتائج خرافية بالفيديو من خلال الايفون 15 فهذا الفيديو لك في البداية لازم نعرف ان الايفون 15 برو في خاصية الابل لوج وهذه الميزة اللي نقدر نستفيد منها في التصوير السينمائي حتى نحصل على نتائج سينمائية فلازم نتعرف على الثلاثة اشياء اللي متكلم فيها بهذا الفيديو اول شي نحتاج الى تطبيق تطبيق اسمه black magic وهذا تطبيق مجاني يساعدنا في التحكم في الاعدادات بشكل يدوي لان كاميرا الجوال نفسه ما راح تعطيك تحكم في الاعدادات بالشكل اللي يوفر لك يا تطبيق black magic واذا حملت التطبيق فخلونا ناخذ هذه الخطوات اللي لازم نضبط فيها التطبيق في اول الاعدادات عندك الكودك وهي اللي تختار فيها انواع التصوير ويفضل انك تحطها في اعلى شيء والشي الثاني انه يكون resolution 4K والشغلة الثالثة اللي هو الابل لوج ات دي ار تختار هذه الخاصية اما اذا حابت تصور بطريقة اللي هي الطول فلازم تفاعل الخيار هذا تدخل على الكاميرا هناك عدنا enable vertical video وهني تفاعل هاي الخاصية عشان تقدر تصور بالشكل الطولي في اشياء لابد ان نخليها ظاهرة عندنا اثناء التصوير على شاشة التطبيق حتى نتعرف على بعض الامور وهذه راح نفعلها من خلال الاعدادات من خلال monitor تفعيل الصوت وايضا الاستجرام الاستوريج هذا الخيار لك ولكن يفضل انك تعرف عدة الفيديو المتبقية لك وخلصنا الجزء الاول خلونا نروح على الجزء الثاني في تصوير الفيديو عادة اذا حابين نصور سينمائي تلقانا ناخذ 24 فريم 25 فريم اذا انت حاب تعمل اللي هو الفيديو بطيء فتتصور من 50 فريم الى 60 فريم ولكن التطبيق ما راح يعطيك هذه النتائج في حالة انك تتصور في الخارج لذلك راح تحتاج الى قطعته فلتر اللي هو تدريجي الاندي فلتر وهذا يعتمد عليه من رقم الى رقم اخر وانا افضل يكون من ثلاثة الى خمسة او حتى تاخذ اكثر عن ذلك ولكن هذا افضل يتحكم في قوة الاضاءة عشان تقدر تصور الى 24 فريم وانا من خلال الفيديوهات السابقة عندي منتج وصراحة انصح ان انت تستفيد منه هذا المنتج من شركة فولر برو راح نحتاج هذا الكيس وهذا الكيس يعني قيمته مثل من انتو شايفين راح تقدر تستفيد منه انك تركب عليه القطعة اللي بنتكلم عنها وهي باكثر من لون بامكانك تدخل موقعهم واللي مكتوب عمدي في الشاشة وتشوف الانسب لك انت من حيث الالوان اما القطعة الثاني فهي قطعة الفلتر هذي اللي هي 67 وهذه اللي تقدر تاخذ عليها الفلاتر من اي شركة ثاني انا ما راح احددتك ولكن يفضل انك انت تاخذ هذه القطعة وتركب عليها الفلاتر المتناسبة معك سهولة تركيب هذه القطعة على الكفر بالشكل هذا ويكون مغطي الثلاث عدسات الموجودة في الكينارة بالشكل هذا ولذلك فانا انصح انك تاخذ الكفر وتاخذ القطعة هاي المنتج ايضا لضافي اللي بيحتاجه اذا حابين نصور الفترات طويلة لانه اذا صورت من خلال تطبيق black magic والابل لوك راح ياخذ مساحة كبيرة من الجوال فهذه الذاكرة راح تفضل ويسمح لك تصور مثلا يمكن دقيقتين اثرت دقائق فانت اذا محتاج تصور فيديو اعلى فمحتاج اما فلاش ممري تقدر تركبه على هذا التلفون او القطعة اللي شرحتها سابقا في فيديو ثاني اللي هي ممكن تخزن لك 1 تيرابايت على نفس الابليكيشن اما الشغلة الثالثة فهو تلوين الفيديو ويبه يكون تلوين الفيديو فيه تطبيق او برنامج معروف وهذا البرنامج فقط على الكمبيوتر والايباد ونسخة الكمبيوتر افضل من نسخة الايباد برنامج دافنشي ريزوف هذا البرنامج الرائع اللي تقدر تلون فيه في المقاطع هذه الفيديو ولكن احنا نقول هناك اختيارات في عندك نسخة مجانية وتأدي الغرض وزيادة وهناك نسخة مدفعة فيرجعلك انت شو تختار واذا انت مبحث بتعوين راسك وتبدأ في تلوين وشغلة تلوين وترجع المكتب وتبقى شغل جاهز فانا وفرت لك 13 نوع من اللي هي التأثيرات تقدر تستخدمها على التطبيق نفسه التأثيرات بتكون موجودة على قناتي في التليجرام وهي هوات التصوير ومن خلالها تقدر تحمل هذه التأثيرات مجانا وفي رشادات الاستخدام من خلالها فبتعرف كيف تستخدمها طبعا هذه انت لازم بعد تحتاج فلاتر يعني هاي ما راح تغنيك عن الفلتر الفلتر عشان مثل ما قلنا تتحكم في الفريمات فاذا بتصور سينماية 24 راح تحتاج فلاتر خصوصا في الإضاءة العالف إذا حاب نشرح أكثر عن طريقة التصوير واستخدام هذه الفلاتر عثنا التصوير والتحكم في التأثيرات الموجودة فلا تنسون حلقوا هنا عشان أعرف هذا الاحتياج وإن شاء الله نسوي بكم فيديو متخصص على هذا الموضوع أتمنى هذا الفيديو فاتكم ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو الثاني